النهاردة عندنا اليوم الأخير في مباريات الجولة الأربعة وثلاثين والأخيرة من دوري نايل بنودع خلاص الموسم الطويل الساعة خمسة ونص مقولين العرب هيقابل الجونة وفي نفس التوقيت الداخلية هيقابل البنك الأهلي الساعة تسعة الاتحاد السكندري هيقابل المصري البورسعيدي والساعة تسعة أيضا زد افسي هيقابل سيراميكا كيلو باترا عندنا مبارتين الساعة خمسة ونص ومبارتين الساعة تسعة بإذن الله هيلعب المقولين العرب مع الجونة المقولين هبط لدوري القسم التاني وأكيد هيبدأ بسرعة فيه الإعداد لمرحلة العودة مرة تانية لدوري نايل لأنه عنده منافسات صعبة جدا 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 في دوري المحترفين أما الجونة كمل فيه المسابقة مع كابتن علاء عبد العالي اللي بدأ معاه من أول الموسم حتى نهايته المبارات التانية الدخلية والبنك الأهلي نفس الأمر الدخلية هبط للقسم التاني عنده منافسات لا تقل صعوبة أبدا عن المقولون العرب أما البنك الأهلي نجح مع كابتن طارق مصطفى فيه البقاء في الدوري قبل النهاية بأكتر من جولة وتم تجديد أثقة من جديد فيه كابتن طارق مصطفى المبارات التالتة لاتحاد السكندري هيقابل المصري البورس عيدي في مواجهة كبيرة جدا دربي كبير جدا مباراة طبعا للمشاهدين أكيد موقف المصري جاي جدا الموسم الحالي نجح في قطع تأشيرة المرور لبطولة الكونفدرالية اللي هيشارك فيها في الموسم الجديد أما الاتحاد مش أفضل حاجة تعاقب عليه تدريبه أكتر من مدربة اتنين مدربين كابتن طارق العشري بعد كده كابتن أحمد ساري ويمكن النهاردة الفريقين يعني عايزين يختموا موسم بفوز يمكن المصري يتعثر في مباراته اللي فاتت وأيضا كمان اتحاد السكندري النهاردة عايز ينهي الموسم بفوز على فريق جماهير كبير سواء جماهير بورسعيد أو جماهير السكندرية المباراة الأخيرة في دوري نايل هتكون مبانزد أفسي مع سراميكا كيلو باترا مباراة متكافأة لفريقين اللي اتنين سجلوا نجاح ملحوظ الموسم ده زد في مركز جيد في المركز السابع ممكن جدا ينهي الموسم النهاردة في المركز الخامس مع كابتن مجدي عبد العاطي اللي مقدم معاه موسم قوي جدا في المقابل سراميكا كيلو باترا مع كابتن أيمن الرمادي هو بطل كاس الربطة للمرة التانية على التوالي يمكن بدأ الموسم ببطولة وهو كاس الربطة للموسم التاني وفاس بيها سراميكا لأول مرة وبينهي موسم برضو ببطولة كاس الربطة للموسم التاني على التوالي كل موسم وانتوا طيبين النهاردة نهاية أطول موسم في الكرة المصرية ويمكن العربية والعالمية نتمنى إن شاء الله إن اللي جاي يكون أفضل إن اللي جاي يكون أكثر تنظيما إن اللي جاي يكون فيه مواعيد محددة من أول يوم حتى آخر يوم عشان الأندية تقدر تاخد نفسها ولا ندخل بقى لجدل ولا مؤجلات يعني موسم كان طويل جدا على الجميع في الحقيقة على كل الأندية المصرية